استهدفت ضربات جوية شنتها تركيا مواقع عديدة في إقليم كردستان في شمال العراق وأوضحت أنقر أنها استهدفت عشرين هدفاً يستخدمه مقاتل حزب العمار الكردستاني وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان أنها شنت عملية جوية في شمال العراق من أجل تحييد حزب العمار الكردستاني الذي تصنفه أنقر إرهابياً وتاتي هذه الضربات بعد هجوم انتحاري استهدف مقر الشرطة ووزارة الداخلية في أنقر